اشتركوا في القناة يخافون نعم يموتون نعم لا يستطيعوا نفع ولا ضر نعم حيثاً ما يعبدوا من دون الله فبين في هذا القسم القسم الثالث الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله وكأنه سائل يسأل المؤلف رحمه الله يقول له طيب ما الأدلة ما الأدلة قد يسألك سائل يقول ما الأدلة على بطلان عبادة الملائكة عليهم السلام تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وقول الله تعالى حتى إذا فز عن قلوبه حفظ كتاب التوحيد له ثمرات منها هذا الاحتجاج على المخالف كيف تحتاج على المخالف؟ تقول قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله لا تقول قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام يقول لك مثلاً كيف أحقق التوحيد؟ تقول قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وتسرد عليه الباب طيب إذن شرعنا في القسم الثالث ما هو الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله ذكر في هذا الباب أبواب أربعة الباب الأول ذكر فيه بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم غيره من باب أولى وذكر في هذا الباب أيضاً بطلان عبادة الأصنام وبطلان عبادة ما سوى الله في الباب الثاني ذكر بطلان عبادة الملائكة عليهم السلام وهم أقرب ما يكون إلى الله عدى خواص بني آدم يحصل للملائكة عليهم السلام عند كلام الله الفزع والخوف هذا دليل على بطلان عبادة الملائكة حتى إذا فز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم الباب الثالث بيّن فيه بطلان الشفاعة الشفاعة حق لمن؟ لله قل لله الشفاعة جميعا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا يستطيع أن يبدأ بالشفاعة حتى يأتي الإذن من الله سبحانه وتعالى هل يأذن الله سبحانه وتعالى للأصنام أن تشفع لهذه المعبودات أن تشفع؟ لا إذن بطلت عبادة الأصنام والأوثان من دون الله الرابع بيّن في هذا الباب بطلان الهداية أي هداية؟ هداية التوفيق إنك لا تهدي من أحببت إذن إدخال أحد في رحمة الله أو إخراج أحد من رحمة الله لا نقدر عليه إذن بطلان الهداية الهداية؟ أي هداية أثبتها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والأتبع من بعده؟ وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم هداية دلالة وإرشاد وتبيين وتوضيح هذا الدين هذا يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده بشرط أن يسيروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلف الصالح إذن كم باب؟ كم يا أخي؟ أربع بواب أربع ولا خمسة؟ أربع بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ما الدليل على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم شجَّ النبي صلى الله عليه وسلم في أحد لا يعلم الغيب وشجَّ لا يستطيع أن يدفع عن نفس أدنى أذية فضلاً يدفع عن غيره وقال لفاطمة رضي الله عنها سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا لا يستطيع الذي يستطيع عليه النفقة فإذا صرح وهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنه وآمن المرء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلي الحق ثم نظر فيما وقع فيه بعض الناس اليوم تبين له غربة الدين وترك التوحيد